بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي استكمالا للفايدة المركبة طيب احنا شفنا قانون الفايدة وقانون الجملة طبعا هؤammين من قانون الفايدة نيجي بقى ايه المشاكل اللي بتأملنا في القانون طبعا مشاكل المدة والمعدل في فرق جبير جدا بقى بين المدة هنا والمدة في البسيطة البسيطة كان فيها شهوره ايام الكلام ده هنا المدة اسمها فترة ومشكلة الفترة انا ممكن داخل السنة الوحدة بتعامل مع البنك مثلا ثلاث مرات او اربع مرات حسب يعني مثلا بادفع للبنك مثلا البنك بيضيف لي فايدة او انا بتفعله فلوس كل اربع شهور يعني ثلاث مرات في السنة او اربع مرات في السنة ربع سنوي ده كده اسمه ربع سنوي يعني بتعامل مع البنك ربع سنوي او تلت سنوي الله طب لو انا بتعامل يعني لو لقيت في السنة الوحدة اكثر من تعامل يبقى المدة اللي هو مدهاني لازم تضرب في عدد الفترات بتاعت السنة يعني بتعامل في سنة اربع مرات اضرب في اربعة خمس مرات اضرب في خمسة عشر مرات اضرب في عشرة والاي اللي هيدهاني لو الدهاني سنوي يعني معدل سنوي يبقى وبيتعامل اكتر من مرة جوا السنة يبقى المعدل ده لازم يتقسم اللي هو المعدل اللي بالدهوني ده بنسميه معدل اسمي يعني اسما كده اروح اسمه على عدد المرات برضو يبقى الاي ممكن تتقسم على عدد مرات التعامل داخل السنة والان تتضرب في عدد مرات التعامل داخل السلحة مسامية عدد مرات الاضافة طبعا لازم تجد تفهم عمل يبقى في مسألة على طول فانا عملت لك مثال توضيح كده بسيط نفهم منه الجزئية دي اوجد جملة يبقى عايز اس لمبلغ ايه بمعدل فايدة مركبة اتناشر في المية تضاف الفايدة يبقى اتناشر في المية دي هتضاف لسه يبقى دي سانوي لانها بيقولك تضاف كل تلت شهور اذا علمت ان المدة 22 سنة يعني طيب كل تلت شهور حضرتك البنك بيضيف لك فايدة يعني مثلا ادي السنة هي راح اول تلت شهور ده يفلك فايدة تاني تلت شهور ده يفلك فايدة تلت شهور تاني تلت مرة ده يفلك فايدة يبقى دول تلت شهور تلت شهور تلت شهور تلت شهور كده الاثناشر شهر خلصوا يبقى في السنة لوحدة حركة كنك بتروح تزور البنك اربع مرات عشان تاخد الفوائد بتاعتك المبلغ انت حطيته ده بتستثمره بيزيد كل تلات شهور طبعا فايدة مركبة بتزود كل مرة بتاخد المبلغ بيتغير عن المرة اللي بعدها زي ما شفنا في اول محاضرة في الفايدة المركبة فايزا هنا البنك بيتعامل معايا اربع مرات في السنة او انا بروح البنك اربع مرات في السنة يبقى في 22 سنة يبقى بس انا كتب لك هنا يضاف كل تلات شهور يعني ايه كل تلات شهور يعني اربع مرات في السنة او كتبها لك حتى باللغة العامية كده طيب يبقى 22 سنة حضرتك لما بتروح في السنة الواحدة اربع مرات يبقى روحت في 22 سنة كم مرة روحت 88 مرة اسمها 88 فترة يعني الان بقت ب88 دلوقتي الله يعني الان ما بقتش ب22 لا ما بقتش ب22 لان انا حسب التعاملات والفترات داخل السنة طب المعدل ده المعدل ده للسنة كلها هو بيديك في كل مرة 12% لقى طبعا كده يديك مبلغ غريب يعني لكن هو بيديك ال 12% للسنة كلها هيقسمها لك بقى على دول يبقى ال 12% ده اسمه معدل اسمي يعني مش حقيقي المعدل حقيقي بقى يروح مقسم لك ال 12 دي على الاربع ليه اربع لليه دول في عدد فترات السنة يبقى لو بتعامل اربع مرات تقسم على الاربع واضرب الان في اربع يبقى الاي الحقيقي اقسم ال 12 على الاربع يديلي 3% يبقى اذا انترجمت المعلومات اللي عندي ما بقيتش اللي انا كده بتاع المسألة بقى عندي الاي ب20% بقى عندي الاي ب3% بقى عندي الاي ب88% نعوب بقى احنا القانون الوحيد اللي خدناه هو القانون القيمة الحالية وقانون الجملة هو الجملة بتساوي ايه في واحد زائد اي قس ان طبعا قلنا الان كلها فوق القس يبقى الاي ب20 الف الاي ما بقيتش 12 بقى بقى تلاتة والان ما بقيتش اربعة ما بقيتش 22 بقى 22 فاربع يعني 88 طبعا بالقالة الحسبة مباشرة او من الجداول زي ما تعلمنا يدينا الاس بتساوي 26 تسعة خمسة تسعة واحد يعني 269 1591 وكسور تمام يبقى احنا كده عارفنا ازاي نتعامل مع الاي والان في حالة ان انا هروح للبنك اكثر من فترة في السنة الواحدة ساعتي يقول لي ربع سنة وعن اربع مرات تلت سنة وهي دي بقى الفكرة الوحيدة اللي هتطبق على جميع دروس الفائدة المركبة يبقى ننتبه كويس جدا ازا كانت الاي بتاعتي دي خاصة بكل فترة ولا خاصة بالسنة كلها ولسه هتضاف او تقسم وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته